اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الاجهاد الحراري وعن ضربة الشمس خصوصا ان احنا في فصل الصيف ومعرضين لموجات من ارتفاع درجة الحرارة فهنعرف مع بعض ازاي تحمي نفسك وازاي تتصرف لو ابتديت تحس باعراض الاجهاد الحراري او ضربة الشمس وبعد كده هنكمل الفيديو للاطباء ازاي يتعاملوا مع حالات الاجهاد الحراري وضربة الشمس في المستشفى التعرض للشمس او لموجات الحرر الشديدة خصوصا في فصل الصيف ده ممكن يسبب اجهاد حراري او ضربة شمس والفرق بينهم ان الاجهاد الحراري دي مرحلة اولى لسه الموضوع مش شديد ومش خطير زي المرحلة التانية اللي هي ضربة الشمس اللي هي هيت ستروك واللي بتكون خطيرة جدا وبنسب وفيات عالية فالشخص اللي هيعمل مجهود بشكل كبير في الشمس في جو حار او بيعمل تمارين رياضية او حتى الجنود في الحرب او في التدريبات وخلافه معرضين لضربات الشمس وللاجهاد الحراري الشخص ده ممكن يبدأ يحس بصداع عرق ضعف عام في جسمه الام في العضلات بتاعت جسمه ممكن يحس بغسيان ممكن يرجع ممكن يحصل له شد عضلي في عضلات جسمه سواء عضلات بطنه او عضلات رجليه او اي عضلات في جسمه وممكن يحس بضوخة وممكن كمية البول بتاعته تقل ويبقى لون البول غامل كل ده لو حاسي به الشخص يبقى هو كده عنده اجهاد حراري لسه ما وصلش للمرحلة الخطيرة ودي المرحلة اللي لازم ناخد بالنا منها ولازم نتجنبها كمان ولازم نعالجها باسرع ما يمكن عشان ما ندخلش في المرحلة التانية اللي هي الاخطر اللي هي ضربة الشمس او الهيت ستروك الهيت ستروك او ضربة الشمس لو حصلت ساعتها الانسان بيبدأ يكون في توهان يبدأ يهلوس يبدأ يحصل له تشنجات في جسمه كله ممكن يحصل له غيبوبة كاملة وممكن بعد كده تحصل الوفاة لقدر الله مين الناس اللي نقول لهم خلوا بالكوا في فصل الصيف قوي عشان ما يحصل لكوش اجهاد حراري ولا ضربة شمس اولا كبار السن الناس الكبيرة في السن لازم يخدوا بالهم من المجهود في الشمس ومن التعرض للشمس والاجواء الحرة حتى لو داخل البيت الاطفال والردع طبعا الناس اللي عندها امراض مزمنة زي امراض الضغط والقلب والسكر وغيرها الناس اللي بتاخد بعض الادوية زي الاتروبين مثلا انتي كلونيرجيكس او انتي هستامينيكس الحاجات بتاعة الحساسية الجلد والهرش والحاجات دي او مدرات البول لازم ياخدوا بالهم شوية والناس اللي بتاخد بيتا بلوكرز زي الكونكور بتاعة الضغط والحاجات دي والناس اللي بتاخد ادوية برضو كالسامتشان البلوكرز زي الالكابريس للضغط وغيرها الناس اللي عندها سمنة الناس اللي منامتش كويس وعندها اجهاد يعني ماينفعش واحد عنده شغل في الشمس تاني يوم ومنامش كويس ويروح يشتغل في الشمس وفي الحر ده طبعا خطر عليه الناس اللي عندها جفاف اصلا واحد عنده اسهال قبلها بيومين وحالته تعبانة مايروحش يشتغل في الشمس هيعرض نفسه لضربة شمس عدم اللياقة البدنية يعني مثلا واحد مش بيتمرن اصلا وفجأة عايز يتمرن في الشمس ووقت طويل ومجهود شاك طبعا ماينفعش كل حاجة لازم بالتدريج وبالتمرين كل اللي انا قلت عليه ده لازم يخلي باله كويس من الاجهاد الحراري ومن ضربة الشمس نعمل ايه بقى عشان نتجنب الاجهاد الحراري ده وضربة الشمس لو تقدر ما تشتغلش في الشمس خالص ما تشتغلش لو لازم تشتغل وضروري او تعمل تمارين او حاجة زي كده خليها في الوقت البعيد عن الحر في اليوم يعني مثلا يا اما في الصباح الباكر يا اما قرب المغرب لو تقدر تستخدم شمسية في الشغل التيعك استخدم خلي فيه دايما وقت راحة لتبريد جسمك تقعد في مكان مكيف او مكان ضل كل فترة اشرب سويل كتير واشرب ميا كتير حتى لو انت مش عطشان اشرب بشكل منتظم كل شوية اشرب ميا حتى لو انت مش عطشان ابتعد عن الكحوليات تماما قلل الشاي والقهوة الحاجات دي مدرة للبول وبتنزل كمية السويل في جسمك وانت مش ناقص البس هدوم او ملابس واسعة ويكون لونها فاتح بلاش الحاجات البيئة والتقيلة ويريد تكون من القطنة او الكتان اوعى تسيب طفل او شخص كبير جوه عربية في الشمس العربية بتسخن بسرعة من الداخل والشخص الكبير في السن او الطفل الصغير ممكن ما عرفش يتصرف يفتح الباب ويخرج او يشرب ميا او يفتح شباك ممكن ما عرفش الاكل بتاعك لازم يكون متوازن وتاكل صلطة وتاكل فكهة كتير واخيرا لو حسيت باي حاجة من اللي انا قلت عليها من الاعراض صداع زغلالة ارهاق تعب الام في عضلات الجسم اي حاجة تحس بيها يبقى توقف الشغل بتاعك فورا تقعد في مكان بارد وضل بعيد عن الشمس وتتجه فورا للمستشفى لتقييم حالتك ايه هي الاسعافات الاولية اللي تعملها لو انت كنت شغال في الشمس وحسيت بالاعراض دي او زميلك شغال في الشمس وحس بالاعراض دي تتصرف ازاي اول حاجة تتنقل او تنقل الشخص المصاب ده من الشمس لمكان بارد وضل فورا لو لابس هدوم ديقة شلها كلها لكن لازم طبعا ليبقى ساتر عورته نيم العيان على جنبه عشان نعرض اكتر سطح من جسمه للهوى يعني ما بقاش نيم على ظهره ظهره بياخد جزء كبير من جسمه فيبقى ملابس للارض فيفضل سخن لا نحن نيمه على جنبه عشان نعرض معظم جسمه للهوى البارد عشان هو خلاص بقى في الضل وبقى في مكان بارد برد جسم العيان لو تقدر يعني ممكن ترش على جسمه مية واتعرضه المروحة وممكن تعمله كمادات تلجة او مية متلجة في المناطق دي عند رقابته تحت الابط عند الجروين ما تديش للعيان ده اسبرين ولا بارستامول ولا اي حاجة خفضة للحرارة برده بشكل طبيعي الحاجات دي ممكن تكون ضره عليه وهنعرف بعد كده ليه ضره لو العيان فايق ويقدر يتكلم ويقدر يشرب ادي له سوائل كتير مية ممكن ولو فيه اكياس او محلول الجفاف يكون احسن في اكياس كده بتاعت محلول الجفاف هيقدر يشربها لو ما فيش يشرب مية وخلي بالك لو مش فايق ما يشربش ما تشربوش بالعافية لانه ممكن يشرق والمية تدخل في الرقة ونعمل مشكلة كبيرة في الرقة كل اللي انت بتعمله ده وتكون اتصلت بالاسعاف عشان تنقل العيان بتاعك للمستشفى عشان يقيموا حالته ويشوفوا ايه العلاج اللازم بعد كده وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم